الأنفاس الدافئة تنقلت الأم وصغيرها الدب كودا في الأرجاء بحثاً عن الطعام كان جسد كودا برمته يرتعش التجأ كودا إليها قائلاً أمي الجو شديد البرودة بادرت الأم إلى احتضان كودا ليشعر بأن أنفاسها الأكثر دفئاً والأحلى في العالم ظهر بوبا الصياد في تلك اللحظة بعيداً عنهما كانت الأم وكودا يمضيان وقتاً ممتعاً ولم يشعرا بوجود الصياد هبت رياح قوية للغاية بصورة مفاجئة أوقع بوبا بندقيته وحاول التقاط قبعته أخذت الرياح القبعة في النهاية بعيداً استدار بوبا عائداً وقد كان متفاجئاً للغاية لم يتمكن من العثور على بندقيته أخذ يعد خطواته واحدة تلو الأخرى واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، ثمان، تسع، تسع آه، ماذا بعد؟ استضم بوبا بشيء ما ووقع على الثلج تأتأ من فرض الذهول قائلاً دب قطبي؟ فوجئت الأم إلى حد بعيد كذلك برؤية الصياد وخشيت أن يؤذي كودا اقترب كودا فيما بعد بصورة مفاجئة من بوبا الذي كان يرتعد خوفاً شعرت الأم بالفزع أيضاً وحاولت إقاف كودا أخذ كودا ينفذ أنفاسه الدافئة في وجه بوبا واستمر في ذلك بكل ما أوتي من قوة تورد وجه بوبا مجدداً بعد وقت قصير بسبب أنفاس كودا الدافئة وعاد كودا في النهاية إلى أحضان أمه بدأ الثلج في الهطول ثانية حطت رقاقة ثلج بيضاء بلون دب قطبي صغير على أنف بوبا النهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر